أفدت وزارة الخارجية أنه في أعقاب قمة القهرة للسلام وفي ضوء استمرار التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار سقوط الضحايا المدنيين مع كل هذه التطورات أصدر وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقتر والكويت بيانا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة ورفض استهداف المدنيين إلى جانب إدانة التهجير القصرية كما أكد البيان المشترك رفض أي محاولة لتصحيط القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة وطالبت الدول الموقع على البيان بضمان وتسهيل النفاذ المستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مع التجديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين